زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمة خف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبي الرحمة أيها الأحبة سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته نلتقي معكم من جديد لنواصل مسيرنا مع عتبات المجد مع أولئك الذين وقفوا بين هذه الأمة وبين أمجادها وقفوا جسراً يعبر اليوم نتحدث عن الإمام الأوزعي طبعاً كما قلت لكم أن السير مواقف ولم تكن أبداً اهتمام ببعض الأمور الشخصية كسنة المولد وسنة الوفاء وكلام من هذا ولكن السير مواقف لأن المواقف هي التي توضح المرجعيات والخلفيات وتبرز شخصية الإنسان وتضعه في الدرب أو على الدرب الذي يجب أن يوضع فيه الإمام الأوزعي شاء الله عز وجل أن يعايش محنة وهي محنة خلفاء بني أمية بل قل محنة الدولة الأموية معروف أن الدولة العباسية قامت على أنقاض الدولة الأموية وأن العباسيين أثخنوا قتلاً في الأمويين حين قدروا عليهم وبالغ بعض خلفاء بني العباس في إراقة الدماء حتى أطلق على بعضهم اسم السفاح وكان من بينهم عبد الله بن علي هذا الذي سمي بالسفاح بل اشتهر في التاريخ باسم السفاح فلا يكاد يذكر أن اسمه عبد الله ابن علي وكان أول خلفاء بني العباس فدخل يعني حمية الأمويين الشام فدخل الشام فعمل فيها بالقتل والتنكيل والتعذيب والسجن وأزهق الأرواح وهدم الدور وأخذ الأموال فعل الأفعيل وفعل الأفعيل واستقر له الأمر فوقف متباهيا أتعرفون من ينكر علي هذا يعني أتعرفون من ينكر علي ما فعلته من قتل وهدم الدور وأخذ الأموال بالباطل دان له الأمر فبايعه الناس ولم ينكر عليه أحد وظل يكررها أتعرفون في الناس من ينكر علي هذا قالوا والله لا نعرف إلا أن يكون الإمام الأوزاعي الإمام الأوزاعي عرف بشجاعة مقطعة النظير وعرف بانتصاره للحق وعرف بيعه لله عز وجل وكما قلت لكم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر والذي يقف هذا الموقف ويجرب سيعرف ماذا يعني أن يكون أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر طبعا فقال علي به ايتوني به فأرسل إليه فجئ له أو قدم عليه القوم فقالوا الخليفة يطلبك فمكث بعدها أيام ثلاث لا يذهب إليه وقد عرف عبد الله بن علي هذا بالسفاح عرف أنه لا يدخل عليه أحد لم يكن من أعوانه إلا وخرج مقتولا فالإمام الأوزاعي تقول بعض الكتب أنه في اليوم الثالث اغتسل غسل الميت وتكفن ولبس ثوبه من على كفنه ومضى إلى الرجل فلما دخل عليه لم يسلم عليه بالخلافة وإنما قال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقد أحد له سماطين من الجند وأعد له النطع والسيف فبدى أن نية الرجل يعني تتجه إلى قتله فلما رأى هذا الموقف المهيب يقال أنه تمتم بينه وبين نفسه فيما بعد عرف أنه قال اللهم كفنيه بما شئت فقال له السفاح ما تقول فيما فعلنا في بني أمية أهو جهاد في سبيل الله أم غير ذلك فقال له الأوزاعي روى الفاروق عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وأنت أعلم بنيتك فإن كنت خرجت جهادا في سبيل الله ودفعا لضر قد يصيب هذه الأمة وضرعا لمفسدة قد تنزل بهذه الأمة فذاك جهاد في سبيل الله أما إذا كنت خرجت لغير هذا لحاجة في نفسك وحبا للعلو في الأرض والفساد فيها فهذا ليس بالجهاد وأنت أعلم بنفسك فتلمض الرجل وأرغى وأزبد وظهر عليه الغضب ثم بعد ذلك أخذ يهدأ فقال له ما تقول في الدماء التي سفكنا قتل خلق كثير عدوا بالألاف بل بمئات الألاف فقال ما تقول في الدماء التي سفكنا فذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث طبعا الثيب الزاني والقاتل والمفارق للجماعة المرتد عن دينه قال فإن كانت في هذه الثلاث فأنت على حق أما إن لم تكن في هذه فاعلم أنك واقف أو موقوف بين يد الله ومسؤول وأن الله عز وجل سيسألك عن كل قطرة دم سالت على غير وجه حق فتلمض الرجل واحتز هزة عنيفة وغضب غضبا شديدا وقال ما تقول في الأموال التي نهبنا والدور التي هدمنا فقال والله إن كانت هذه الأموال حلال فهو ذك أما إن كانت هذه الأموال حرام فإنك موقوف بين يده الله ولا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه فأرغى الرجل وأزبد وقام شعر رأسه وكان الأوزاعي كلما رأى الرجل غضب إلا وأزاح ثوبه على عنقه كي يكون موضع السيف على العنق فتكون ميتة الإمام أسرع وأسهل وأيسر وكان الحضور يشمرون ثيابهم مخافة أن تتطاير قطرات الدم من الإمام الأوزاعي ويتجهز القوم بسيوفهم وتتغير النفوس والأوضاع ولكم أن تتخيلوا هذا المد والجزء تتخيلوا هذا الموقف رجل بين لحظة وأخرى يقع السيف على عنقه بل كان يوزيح الثوب استعدادا لهذا الأمر ولا يجب ولا يخور ولا يداهن ولا يخادع وإنما هو مأمور أن يجهر وأن يجأر بكلمة الحق عند هذا السلطان فالموقف مهول في حقيقة الأمر لذلك عد أروع الجهاد أن تقاتل رجل لرجل في ساحة القتال ويقع عليك طعنة من سيف أو دربة من رمح أو تصيبك رصاصة هذا أمر نهي ولكن أن تقف هذا الموقف المهول والله الذي لا إله إلا هو إنه الأعظم الجهاد ومن جرب هذا استطيع أن يفهم ما الذي تعنيه أو ما الذي يعنيه أن هذا أفضل الجهاد وأن هذا أروع الجهاد أن تقف في وجه مستبد ظالم وتقول له أنت ظالم أن لا تدين بالخنوع والخضوع والمذلة أن تنقذ من خلفك أمة هذا والله أفضل وأروع الجهاد فالذي حدث أنه بعدما أرغى وأزبد وبعد أن صار وغضب هدأ من جديد يقال أنه قال له إلي يا إمام فاقترب منه الإمام فجعل يقول ها هنا ها هنا يا إمام حتى أجلسه إلى جانبه فعجب القوم والله ما دعاه إلا ليقتله ولكن الله عز وجل قذف في قلبه الرعب لثبات الرجل وقذف في قلبه الخوف لثبات الرجل وكان أن خرج الإمام الأوزاعي من عند هذا السفاح ولم يصبه شيئا فاتبعه بعض من حاشية هذا السفاح فقال له والله ما دعاك إلا لقتلك فماذا كنت تقول ماذا كنت تتمتم عند دخولك عليه فقال له والله ما كنت أقول إلا اللهم كفنيه بما شئت فكفاه الله عز وجل ظلم هذا الطاغية وهذا السفاح ونجل أوزاعي من هذا الموقف ولكنه سجل للتاريخ أروع الصفحات وأنصعها في مجابهة الظلم والظالمين وفي صدع بالحق وفي أن يكون مجاهدا في سبيل الله وفي أن يكون من أولئك الذين باعوا لله الرجل جاء في كفنه فلا يعنيه بعد ذلك أن يعود حيا أو ميتا طالما أن الأمر في الله وبالله وفي سبيل الله نسأل الله العافية ونلقاكم أيها الأحباب في حلقة أخرى من برنامج على عتبات المجد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والسلام عليكم والسلام عليكم